السؤال بعد كده بيقول هل يجوز إغاث الحمل قبل أن يتم أربعين يوم علما بأن حالة الأم الصحية لا تمنع لكن الأم تخشى التقصير وعدم القدرة على العناية بطفلين صغيرين ويحامل في الطفل الثالث أنا في الأمر ده هو دلوقتي وكانه بيقول لي أن ما فيش منع طبي يمنع من ده الفتوى اللي عليها در الإفتاءة المسالية أن الجنين من أول يوم يمنع إجهاده ليه طيب لأنه خلاص بقى الماء ده محترم الماء بتاع الراجل ده محترم وتم التلقيح نعم الخلاف واسع أوي 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 في مسألة الإجهاد حتى مصطلح الإجهاد مصطلح ثقيل على الناس فكرة الإجهاد الإجهاد ده لأنه أنتوا عارفين أن أتر كتيرة في الحياة أتر قانونية عندها موقف من الإجهاد صحيح هناك مذاب هناك قول يجعل المسألة قبل المائة وعشرين يوم جائز لكن الاختيار اللي اختارته در الإفتاءة المسالية عشان ما يحصلش تلاعب أن ما يحصلش إيجاد إلا بتقرير طبي يفيد بأن فيه خطر على صحة الأم من أول الحمل من أول من أول الحمل وإحنا بنفت بيهذا بنفت بيهذا ليه؟ عشان ما يحصلش التلاعب اللي إحنا بنعمله اللي الناس بتعمله ده وبيبقى التلاعب في شكل صارخ أن ما فيش أي احتياج لمسألة إنزال الجنين ولا إسقاط الجنين فيتم ده بما قد يترتب عليه خطر على حياة الأم في الإسقاط ده ويترتب عليه كمان أمور كثيرة جدا 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 من إفساد العلاقة الزوجية فعشان كده كان الاختيار إن احنا نحترم نحترم الأجنة في أرحم أمهاتهم من أول لحظة لأنهم من أول لحظة يبدأ ينبط فيهم أشياء كثيرة وإن كان طبعا هناك أراء كثيرة فهذه المسألة مسألة إسقاط الجنين ده فيها على الأقل خمس أقوال ستة أقوال لكن المختار هو الامتناع عن هذا الإسقاط إلا لداعي طبي يكون فيه أن خطرا يكون على صحة الأم موسيقى